موسيقى 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 بسهل الخير اهلا وسهلا بحضراتكو حلقة جديدة من كلام تاني حلقة يوم الجمعة خاليني بس ابدأ مع حضراتكو بطمأنة حضراتكو على السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري عاد إلى منزله وهو بصحة جيدة والحمد لله كمنا بالاطمئنان على سيادته بشكل مباشر هو بخير يتعافى بشكل جيد للغاية تلقى عدد من الزيارات من عدد من الوزراء في حكومته وهناك أيضا ما يشير إلى نزوله إلى مكتبه لممارسة عمله خلال أيام وفقا لما وصلنا من معلومات بشكل مباشر خلينا حضراتكو أن في تساؤلات كتير جدا تتعلق بمسألة التعديل الوزاري وهل سيكون هناك تعديل وزاري؟ هل سيتم استمرار المهندس شريف اسماعيل في مهام عمله؟ هل يمكن أن يكون هناك تعديل وزاري يشمع رئيس الوزراء وعدد من وزراءه؟ خلونا بس نقول أن كان هناك امتنان شديد من الشعب المصري ويعني إحساس بالتقدير البالغ لشخص المهندس شريف اسماعيل لأنه زي ما شفنا كلنا ولاحظنا حتى الإعلام نفسه كان يلاحظ هذا الأمر حرص رئيس الوزراء على الاستمرار في مكتبه لساعات متأخرة ولأيام طويلة قبل مغادرته البلاد إلى ألمانيا لإجراء الجراحة العجلة الحقيقة هذا الشعور الوطني الرائع لدى المهندس شريف اسماعيل صاحبه في المقابل أيضا تقدير كبير من الشعب المصري لأن لما نلاقي إنسان حريص على وطنه وعلى العمل رغم تحمله للألام ورغم حلته أو احتياجه إلى العلاج أعتقد أن هذا شعور إنساني راقي جدا ووطني جدا من المهندس شريف اسماعيل قابله أيضا تقدير شديد من الشعب المصري طبعا هناك تقدير كبير جدا يعني أنا لا أتحدث هنا عن معلومات لكن واضح جدا التقدير الشديد اللي بتكنه الرئاسة المصرية ورئيس عفتاح سيسي للمهندس شريف اسماعيل وأكيد إذا كنا كمواطنين عاديين شعرنا بامتنان شديد للرجل لأنه ظل يعمل حتى صفره بساعات قليلة وتواجد في مكتبه حتى قبل مغادرته البلاد لمتابعة أعمال الحكومة بالتأكيد أيضا رئيس عفتاح سيسي نفسه يكن كمواطن وقبل أن يكون رئيسا نفس الشعور للمهندس شريف اسماعيل والحقيقة احنا حاولنا نجمع لحضركه أو نصل إلى بعض المصادر فيما يتعلق بمسألة التعديل الوزاري كان في وجهتين نظر خلينا أقول حضركه المعلومات اللي احنا وصلنا لها في وجهة نظر بتقول أن ربما تتجه الرئاسة المصرية إلى إبقاء على الحكومة حتى نهاية أو حتى إجراء الانتخابات الرئاسية بمعنى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومة المهندس شريف اسماعيل في اتجاه آخر بردو وقال كلام وعززه أيضا ببعض الأمثلة قال أن ربما تتجه رئاسة أيضا إلى تعديل وزاري مع كامل تقديرها طبعا لدور كبير والوطني اللي قام بيه المهندس شريف اسماعيل لكن ربما يعني يكون هناك رغبة في قال لا يتم إرهاق المهندس شريف اسماعيل في العمل لساعات طويلة في ظل حالته الصحية رغم أنه الحمد لله بخير وربما يتم تعديلية يشمل أيضا عدد من الوزراء وخاصة في وزارات بعينها يعني بعض المصادر أشرت إلى وزراء في بعض الحقائب الخدمية ربما يكون هناك رغبة في إنعاش الأداء العام من خلال إجراء هذا التغيير لكن حتى اللحظة لا توجد نسب حاسمة بشكل قاطع لأي الاتجاهين هينتصر في النهاية هل الإبقاء على حكومة المهندس شريف اسماعيل بتشكلتها الحالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية أم الاتجاه إلى إجراء تغيير يسبق الانتخابات الرئاسية الأيام القادمة ستكشف بالتأكيد عن هذا الأمر لكن المؤكد بشكل كبير جدا هو التقدير الشديد للمهندس شريف اسماعيل وتعلق المصريين بالدعاء له بشفاء العجل طيب خلينا روح مع حضراتكم